اشتركوا في القناة ام احمد هي موظفة تروح تخرج من البيت ودي ابنها فين المدرسة وهي رايح العمل وترجع من المدرسة على الظهر لكن لما تروح المدرسة تروح بعشر دقائق تروح على كم؟ على نصف ساعة على ساعة لا ربع لانه الناس كلهم خارجين من الاعمال من المدارس والدنيا كلها زحمة فالمشكلة مش في الزحمة المشكلة في احمد المشكلة في احمد لانه كل شوية بيسأل يا ماما ليش هذه الزحمة؟ بتقول له يا ابني لانه كل الناس مستعجلين كل واحد الشي روحة الاول طيب يا ماما احنا واقفين بين الزحمة الان ليش اللي وران هذا واقف يدقوا انه هون؟ قلتوا شايف قدامنا ما فيش سيارات ليش معلموه مش ان الازعاج مش تمام مش انت يا ماما قلت لنا الازعاج مش تمام تقول يا ابني ايش تسوي للناس في الشارع؟ في ناس يعجبهم الازعاج وهذا الناس ما يحبوش يسمعو كلام الماما حقهم طيب يا ماما انتي مش قلتي لي انه لم يسمعش كلام ماما انه شخص مش كويس قلت له ايوه طيب يا ماما لش احني قالسين بالنس مش كويسين مش المفروض نروح عند الناس الكويسين طبعا ام احمد تتلقى هذه الاسئلة يوميا ولا تستطيع ان تجاوب على هذا السؤال هناك مشكلة يواجهها احمد بين ما يتعلمه في المنزل بين ما يتعلمه في المنزل وبين ما يتعلمه في المدرسة وبين ما يشاهده من ممارسات موجودة في الشارع وذلك تخلق عنده نوع من التساؤل هذا التساؤل يحتاج الى اجابة طيب خلونا نشوف مجموعة من الاشياء اللي احنا نتعلمها في المنزل ونشوفها في الشارع على سبيل المثال على سبيل المثال في عندنا الطفل اول ما يعني الطفل اول ما يبدأ يتحرك ويعني بيبدأ يوعى احنا بنعلمه نحاول نعوده على النظام متى ينام متى يصحى يعني نحاول نعوده عشان يتعود معنا هذا الطفل لما يكبر في المستقبل ايش اللي بيحصل له هذا الطفل لما يكبر في المستقبل يخرج للشارع يلاحظ الالتزام بهذه الطريقة تغييب كامل للنظام لمصلحة شخصية كل واحد يحاول يعمل النظام لطريقته ولمصلحته فاذا النظام معي انا بامشي مع النظام مش معي انا باكسر النظام واخلي النظام يكون في صالحه نعلمهم شوية لما يكبروا الكلام الابياض والكلام الاسود يا ابني ما تقولش كذا هذا حرام هذا حلال اول ما يبدأ ان نعلم اطفالنا بهذه الطريقة يخرج للشارع يشاهد بهذه الطريقة يشاهد انه على جدار طبعا هذه الصور كلها من الحار اللي انا ساكن فيها يشاهد انه على اساس يمنعوا الناس من القمامة بيكتبوا هذا الكتاب على عرض الجدران هذه التوجيهات اللي يتلقى هالطفل في الشارع لاحظوا معي يعني شاهدوا التناقض بين الجدار من الداخل والجدار من الخارج من الداخل نعلم اطفالنا الكلام الابيض والاسود وخاذج يخرج يحصل كله كلام اسود بعد ذلك يخرج الطفل يكبر شوية نبدأ نعلمه كيف يتعامل مع الجيران كيف يتعامل لما يخرج للشارع بس قبل كذا احنا بنعلمهم مثلا على سبيل المثال انه معجون انه يستخدم معجون الاسنان ينظف اسنانه فالمعجون يستخدم الاسنان لما يخرج للشارع يشوف انه المعجون يستخدمه ليش للسيارات السيارات هذه الصورة للسيارة اي سيارة الشخصية خرجت كنت عنده واحد من الزملاء وقال سيني تناقش اخرج فيها معجون اسنان المسألة بسيطة بالنسبة لي لانه هذا الصورة اللي موجودة عندي لكن كم مننا خرج للشارع طرح سيارته في الشارع ويرجع وهي مشخطة واللي مكتوب فيها احبك واللي عامل فيها قلب واللي يعني كم معنا من السيارات يعني كثير من الحالات اللي بنرجع فيها اين الخصوصية خصوصية الجيران وامتلكات الجيران الامن على الجيران في شوارعنا بعد ذلك يكبر الطفل بعد ما يكبر الطفل نعلمه السواقة ويبدأ نخلوه يخرج الشارع يروح مدرسة المرور اول حاجة يعلمه ان القيادة فن وذوق ايش واخلاق فن وذوق واخلاق اول ما يخرج للشارع يبدأ يسوق يشوف الفن والذوق والاخلاق على ايش في ابها حلة على اساس انه انا ما وصلش للجولة ودور انا يمكن ادور من وسط الشارع فوق الرصيف لا ليشي انا كنت موجود في هذه الحادثة ما فيش اي مشكلة المسألة مسألة دقيقة واحدة انك توصل للجولة ودور بس لانه كانوا واقفين عند محطة البترول على طول اختاروا الناس انهم مدوروا من فوق الشارع حقيقة عندنا هنا اشكالية كبيرة تناقض بين ما نتعلمه في البيت والمدرسة بينما نمارسه ونشاهده في الشارع ولذلك لا بد ان نغير فكرة نتجاه الشارع من المسؤول عن كل هذه التصرفات هم الناس اللي موجودين في الشارع من هم الناس اللي موجودين في الشارع اللي موجودين في الشارع انا وانت وكل الناس بس في لنا دور مغيب احناك في ناس موجودين في الشارع نحن تخلينا عن دورنا في ادارة مدرسة الشارع تخيلوا معي انه انتي انا مدرسة مدير المدرسة ما يداومش واذا جاء يدخل من الباب هذا يخرج من الباب ثاني نحن يعتبر الشارع بالنسبة لنا طريق الشارع بالنسبة لنا مش طريق الشارع بيئة الشارع مدرسة الشارع هوية اللي يجي من الخارج يجي يشوفنا يشوف شوارعنا يعني واحد فرنسي قابلته بيقول لي أنا معجب باليمان وقلت له إيش اللي أعجبه يعني اللي شد انتباهك في اليمن قال شد انتباهي كما احنا قريب وكما احنا مختلفين يعني مسألة بالطيارة بسيطة يعني مقارنة بأمريكا أو أي مكان آخر لكن قلت له كيف مختلفين قال حقيقة الشارع عندكم فوضى عارمة هذه صورتنا الشارع بالنسبة لنا هوية ولذلك أين مسؤوليتنا تكمن تكمن أولا يعني سبب فيها أنه احنا خلقنا صورة سلبية عن الشارع يعني الأم لما الأبن ما يرقدش ما ينامش بالليل ايش تقول له رقد ولا باقي بلك الكلب من الشارع باقي بلك المقنون اللي ملقود بالشارع فصار الشارع ليش مأوى للمجانين والكلاب في نظر الطفل يكبر شوية يروح المدرسة الأبلاء أو المدرسة في المدرسة تقول له اللي ما يكتبش الواجب بيكون شكله زي اللي يبيع بالشارع يعني نظرة سلبية تجاه الناس والمهن الموجودة في الشارع من اللي ينظف المدارس عادة إذا ما فيش مفراشين أو مفراشات موجودين من اللي ينظفها الطلاب اللي يجيون متأخرين شكلنا صورة سلبية عن نظافها في المدرسة تخلينا عن هذا الدور تخلينا عن هذا الدور لأنه احنا ما نزلناش للشارع علشان نجسد القيم اللي نعلمها لأطفالنا فمدير المدرسة اللي قلنا عليه مش موجود اللي موجود الحارس والفراش والفراشة وينظفوا ويقوموا بدورهم وكمان احنا عدنا نلومهم ونسميهم عيال سوق وعيال شارع أنا جيت اليوم هنا أعيد الاعتبار للشارع أنه عيال السوق وعيال الشارع أنا جيت اليوم أنا أحييهم من هذه المنصة ليش؟ لأنهم يقوموا بدور نيابة عننا يشتغلوا متطوعين جالسين في الشارع وإحنا كل واحد مشغول بنفسه يشتغل في شركته يشتغل في شركته الخاصة عنده عمل خاص يتابع نفسه الشارع يدخله ويخرجه على الرغم أنه مسؤوليتنا بشكل عام طيب إيش الحل؟ ما هو الحل؟ الحل الحل عندنا أنه نرجع لتراثنا أحنا شعب بسيط ومزارعين معنا زراعة زي ما يتكلموا لإخوة ويعني نتعلم من الزراعة الزراعة هذه علمتنا كثير من الأشياء فيها كثير من الحكم كثير من الحكم موجودة في الزراعة واحد من الأمثال اللي كانت تقال في هذا المجال أنه الواحد إذا يشتي يحمي زرع حقه إيش يعمل له؟ عادة يعملوا زرب صح؟ لكن المزارعين ما يقولوا إيش أعملوا زرب ولا يعملوا سلعف اللي يعرفوا السلعف يقولوا إيش؟ إحمي زرعك بزرع إذا تشتي يحمي زرعك تمنع البهائم يدخلوا حقك الحول يعمل زرع حوله فإذا أكلت تأكله من ليش؟ من الأطراف طبعاً اللي أعطاني ألهمني بهذا المثل هو والدي الله يحفظه وبارك في عمره لأنه هو جسد هذا المثل بالحقيقة نحن جينا من البلاد نفعني في الابتدائية فجينا تعز من العدين نحن فبعدين بيقول كان عنده حب أن يعلمنا القرآن ويودينا المدرسة نحن ساكنين في عصيفرة فالمدرسة فين؟ عند مستشفى الثورة في مسجد شولق نحن مش قادرين نروح من البيت إلى المدرسة قبل المغرب نروح بعد الإشاء فإيش قال؟ عمل حاجة راح أقنع الجيران حقنا بحارة كلهم إنهم يخرقوا عيالهم للشارع فعليا حرفيا نخرجوا عيالهم للشارع كيف؟ خلاص صرح أقنعهم إنهم يودوا عيالهم نقرأوا القرآن ونروح نوياهم نروح زفا نروح عشرة ونريع عشرة خمسة عش كذا وفر لنا البيئة المناسبة إنه حماية مناسبة لنا فهيام؟ لذلك نتعلموا من هذا المثل إنه أحنا لابد نخرج أولادنا جميعا أنا وأنتم كلنا نخرج أولادنا إلى الشارع إذا أردنا أن نعيد الاعتبار لهذا الشارع بس قبل ما نخرج أولادنا لابد حيني نكون أولا خرجنا قبلهم كيف نكون خرجنا قبلهم؟ نعلمهم وعدهم في البيت ما هي آداب الشارع لما يخرج يلعب في الشارع أو يمارس أي شغلة في الشارع يكون عارف آداب الطريق كيف تعامل مع الناس هذه أول حاجة بعدين نوفر لهم البيئة عادة أحنا بنشوف مثل هذه مثل هذه الصور عادة تكون موجودة فين؟ هذه اللوحات النظافة من الإيمان بهذا الشكل الجميل تكون في المدارس هذه الصورة ليست في مدرسة هذه الصورة في منزل موجود في الحار اللي أنا أسكن فيها هذا شخص إيجابي أراد أن يعلم الناس بطريقة إيجابية يهتم بالشارع ومنظر الشارع كما يهتم ببيته مدرسة يعني لأنه أعتبر السياق العام مدرسة فأراد أن يعكس صورة جمالية جميلة نحتاج كذلك أن نخرج قبل أطفالنا إلى الشارع نعلمهم أن الأخلاق هي ممارسة وسلوك نأمرهم بالنظافة أحنا نخرج النظاف لا هذه الأم ليست عاملة النظافة هي أم تعمل وخرجت تنظف الشارع زي قدام ابنها تخيلوا معي كيف بيكون نظرة ابنها تجاه الشارع تجاه مهنة النظافة إذا كان أنا أنتم الأب الأم كلهم يمارسوا هذه ليش هذه المهن كذلك إذا خرجنا وفرنا لهم البيئة المناسبة وأحنا موجودين نعلمهم موجودين نحن كذلك في الشارع طبعا لما أتكلم عن الشارع أنا ما أتكلمش على الخط هذا الذي رايح راجع الشارع بالنسبة لنا هو يعني خارج البيت أما كان يتواجد فيه أطفالنا علشان يجلسوا ويلعبوا كل هذه الأماكن تعتبر بالنسبة لنا تعتبر كلها شارع النادي يعتبر شارع الحديقة تعتبر شارع كل ذلك نحن لابد نخرج قبل أهم بعدما نخرجوا نحن قبل أهم كذلك لابد نخرجهم بعدين نخرجهم الخرج هذا بالنسبة لنا احنا تعودنا ان هذا الخرج موسمي هذا الخرج بالنسبة لهم يخرجون في المدارس مرة في السنة ونعلن يوم حملة نسميها شارك او نسميها اي حملة يخرجوا يوم واحد لكن نشتي هذا الحملة تكون كل يوم موجودة الناس يخرجوا هم واطفالهم الى الشارع ولذلك انا حقيقتا اليوم جيت وكل امل انه اشوفكم مرة ثانية بس مش هنا في هذه القاعة اشوفكم انا وانتم اولادي واولادكم نخرج نتعلم من بعض نتفهم مع بعض نتعلم التعايش المشترك في الشارع اشتركوا في القناة